كمان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطاب للكاف بيأكد طبعا على تأذيره لما يقوم به الاتحاد القاري من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الافريقية الاتحاد المصري أشار في خطابه ده إن هو خايف من إن بعض المواقف التحكمية تؤثر بشكل سلبي في بعض المباريات على الجهد اللي بيبزله طبعا الكاف لصالح المنظومة وقال كمان إن غياب العدالة التحكمية في مبارات منتخب مصر إمبارح وده منتخب توجه ضمن تصفيات المجموعة الثالثة لأمم الافريقية كان فيه غياب للعدالة التحكمية بشكل عام وقال في خطابه إن ممكن يكون ده بيرجع لعدم الأغز في البطولة أو في التصفيات لتقنية الفار في المرحلة دي من المنافسات وده محسسهم بقالة من مصير المباريات اللي بتقام للمنتخب الوطني خارج أرضه في ظل طبعا تعرضه لعدم توفيق تحكيمي في المباريات اللي بتقام على أرضه يمكن الاتحاد المصري كمان كان استند لشريط المباراة اللي بتؤكد لقطاته ولقطات حقية المنتخب في ضربتين جزاء خلال لقاء أمبارح وهم زي ما حضرتكم تعرفين الديئة 56 والديئة 90 من عمر المباراة اللي محتسبهمش الحكم رواندي في لقاء أمبارح